أكيد عندك كواليس بالجملة مع أنا محمد يحي فأكيد كواليس بالجملة ما تقلش عن كواليس بس حكيم لا بص هو موضوع عقد موسماني هو كان حديث السعف في النادي الأهلي منذ فترة طبعا يمكن جاء فيه خلاف كتير في الكصة في اللي ما أتأخر هو نفسه تلعال أكتر زي ما كحكيم قال اللي ما أتأخر أنا مش عارفها المفروض بعد ما بأخذ بوطلات دي وبنجح وبحق ما كاسب دي كلها لين الحد دلوقتي مش بجد العقد فيه المشكلة القصة كلها كانت خلاف داير ما بين بنود العقد بنود العقد اللي كان بيتم الاتفاق عليها ما بين زوجة موسماني تمام وإمير توفيق المشكلة من زوجة موسماني يعني بتتكلم بحدة وبشراسة جدا هي دي شروتي ولا ما بتنقش فدي دي كانت عاملة الديبيت في القصة نفسها إنه انت مش عارف تبقى يعني تتكلم تقول إيه أو تعمل إيه هو لأ هي حطها شروط وخلاص هي توافع عليها كلها إما ترفضها كلها طبعا اللي يعني إدى الأرجحية للقصة إنه هو تتم أو تكمل النتائج الحقيقة موسماني في فترة أخيرة يمكن بعد مطش المريخ الدنيا تهزت شواء لكن في نفس الوقت يعني هما كان في الاتجاه لأنه مفيش أول المدرد بديل في فترة حالية ضغط موسماني المستمر علشان خاطر موضوع التجديد يتم في أسرع وقت زوجة موسماني ما بتفاصلش في الكصة في أي طلبات بتاعتها هو ده اللي خلا ان هما يفكروا هما خلاص نجدد دلوقتي عشان نخلص الموضوع خلاص ما يبقاش فيه جمهور ما يبقاش فيه قلق يبقى فيه استقرار شواء في الكصة التجديد تم الفعلا لسنتين مع عزية سنة تال زي ما قال حكيم وسنتين بشروط مالية عايزة أقولك أن هي 2 مليون دولار في السنة لموسماني والمساعدين اللي معاه ده الموسم الأول الموسم الثاني 2 مليون دولار و 400 أو 200 أو 400 بالضبط ده الموسم الثاني عايزة أقولك باب مفاجأة أن موسماني كان عنده عروض بالفعل وعنده عروض مهمة ممكن قبل العروض دي